رياضي أهلا بحكي كبير منورنا يا دكتور النهاردة وطبعا هنعرف من حضرتك الكثير والكثير ولكن اسمح لي أبتدي مع علي أهلا بك يا علي الحقيقة يا علي أنا يعني مش متفاجأة طبعا بكل ده لكن فخورة بيك يعني فخورة بأن أنت شاطر كل الشطارة دي وأنت مش بس شاطر في ألعاب القوة أنت شاطر في المدرسة وليك مواهب تانية يعني دي حاجة جميلة خليني أستعرض كده معاك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بتتواجه بالشكر والتقدير لطالب علي هاني دي يعني ممكن الكاميرا لو حتقدر تجيب لنا دي دي شهادة من شهادات التقدير وإنت يعني عندك كتير دي اللي أنا كرامت منها من الدكتور العبد السلام في الإسكندرية الله مساوي خير دلوقتي يا الله الله يمسيها طبعا بالخير وقل لي كان شعورك إيه وإنت بتستلم الشهادة لأ سعيد سعيد ها ده الكاميرا هي بتجيبها لنا عشان نشوف اسمك منور عليها جميل تتكلمني بقى إيه كل شهادة كده عرفها إنت تتكلمني عليها برضو اتحاد الرياضي المصري للإعاقات الظهنية وهنا في شهادة أخرى دي بقى كتابعة المهندسة أمل مبادة بتحبيني قوي كل إنها مصر بتحبك وأنا بحبها مصر كلها بتحبك يا هاني أنت أكيد واخد بالك يا علي ها أيها طيب فيه كمان وزارة الشباب والرياضة مرة تانية جمعتك جمعت 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 طيب وكمان حكي لي بقى أنت بدأت إمتى يعني إمتى قررت أن أنت تبقى بطل وحكي لي المشوار كده بدأ إزاي كان عندك أنت أولا في تانية عدادة أيها عامل إيه في المتحنات الحمد لله أخر من ليا بكرة إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق أحكيني بقى بدأ معاك المشوار إزاي مين اللي شجعك مين اللي وقف معاك أهلي كلهم حتى والديتي والدي وإخوتي كلهم عدش حد شابني خالص عندك كام أخ وأخت اتنين وأنا التالت إنت التالت إنت أصغر واحد بالزبط كده طبعا إنت بقى كل الناس بتحبك ها وبعدين حد فيهم بطل برضو حد فيهم بيلعب رياضة زيك كده لا ده كان زمان دلوقتي بقى خلاص خلصوا خلصوا إنت بقى لك كام سنة بتلعب ألعب قوة بسرعة أنا مش عارف قوي مش فاكر ها من زمان قوي اه من زمان قوي وإزاي بتقدر تنظم وقتك بين المذاكرة والتدريبات هو هو كابريم حبيبي طبعا حبيبي يعني ميدينا أيام معينة عشان لم تعالك عشان لم تتعالك عشان لم تتعالك وعلى مدرسة يعني أول حاجة عاملها أنزل ألعب رياضة حسن جيتم ده ده تفرد على فكرة أنا أكتر حاجة شجعتني هي ألعب الكوة الكابتن أول سجعنا لها تتعالي أشجيعها جمي طوي وأنا اللي جابتوله أكتر ميدينا ده أنت لأ أنواري ناكتب يلا تعالي نستعرض مع بعض وريني كده دي ماداليا خدتها إنت ارفع ماداليا ماداليا وتكلمني عنها دي تبع على الاتحاد المصري ارفعها كده عشان الكاميرا تجيبها من فادلك أيوة نشوف بقى الكاميرا دي من الاتحاد المصري العاكات الزينية واللي بعدها أولمبياد خاص أنت ليك برضو بطولات كبيرة في الأولمبياد الخاص أنا أكلها اتنين أوها برونزة كنت أخذ فيها الدرجات الثالث قولي ايه تاني برضو اتحاد كل اللي معادها اتحاد بس إلا دي بس اللي الأولمبياد الخاص أنا رح بقى لحضرتك دكتور إبراهيم عايز أعرف من حضرتك يعني زي ما أنا قلت في المقدمة فكرة تدريب أطفال على لعبة معينة ده تحدي كبير إنك تحببهم في التمرين وإن هما يجوا منتظمين ويعملوا المجهود الكبير اللي بيعملوه في أي لعبة الحقيقة بيكون تحدي وفي ألعاب القوة تحديدا مهمتك بتبقى كبيرة فما بال حضرتك بيعني تدريب أحد يعني اللي عندهم قدرات خاصة حضرتك إيه اللي وداك المجال ده وبدأ معاك من قد إيه والله وإحنا بقلنا في المجال فترة طويلة جدا اشتغلنا برضو في أماكن عديدة متميزة علي معنا بقاله دلوقتي أربع سنين أو خمس سنين بيمارس ألعاب القوة هو الأعاقة بالنسبة لعلي هو علي عنده أعاقة فكرية زائد إنه عنده تلاعصهم في الكلام في حتة التواصل أو الترابات التواصل في الكلام علي شارك في حاجات متميزة جدا الفترة الأخيرة منها الحفلة بتاعة قدرون باختلاف اللي كان دي هنتكلم عنه تحديد كان قايم بدور سفير السعادة والناس كلها يعني كان السعيدة جدا وحبيته في اللقاء المبهر اللي هو كان فيه كان مع الفنان مصطفى شعبان بالنسبة لعلي في اقطاع الرياضة وبالنسبة لألعاب القوة تحديدا هو بطل من طراز رفيع يعني تقدر تكلمي عن إحنا بنعده دلوقتي إنه هو يكون بطل أو يمثل منتخب مصر في البطلات اللي هنشارك فيها دوليا يعني القصة يعني ما تتركتش إنه هو بطل جمهورية لا إحنا دلوقتي بقينا بنبص سقف أحلامنا بالنسبة لعلي إنه هو يبقى أبعد بحده يعني إنه هو يمتلك المقاومات علي بسم الله الله واشاء الله وكبر عليه يعني في المضمار بتاع العاب القوة بيفاجئنا كل بطولة بيفاجئنا بحاجة جديدة يعني في إحدى البطلات علي كان بيشارك الإفنت بتاع علي اتعاد ثلاث مرات يعني هو طبعا يتعاد ثلاث مرات مش بسأل علي هو كان بيتعاد ثلاث مرات لأن إحنا بنطبق قانون النورمال يعني إحنا بنطبق في ألعاب القوة عندنا للتحاد المصر العقاة الزينية بيطبق قانون الأطفال الطبيعيين أو الناس الطبيعيين على الإحتياجات الخاصة يعني مفيش فرق كأنك دلوقتي في بطولة يعني زيهم زي النورمال بالزبط ففي أحد الإفنتات علي كان داخل إفنت 400 متر وبعدين حصلت أعاقة لبعض الأولاد اللي كانوا مشتركين في الحارات التانية فعلي وصل للنهاية وفنش أول فالإفنت طبعا اتعاد ثاني بما فيهم علي فدخل برضو الإفنت التاني حصلت برضو أعاقة برضو الولد في الحارات نين ضرب عاق واحد في الحارة ثلاثة فالإفنت اتعادل مرة التانية فعلي بصلي وأنا عمله بصوله يعني كابتن طب إيه أنا بعيد وأنا مش غلطة مش كده مش فيه أنا كابتن طبعا عمل إيه فقالت له علي خلاص ربنا هيكلمك وما تقلقشي وبعدين طاقته طبعا بتستنزف خلاص بتستنزف لأنه عنده إفنت تاني بعد الإفنت ده وده كان الإفنت الأولاني بالنسباله فدخل الإفنت التالت وأنا اتفاجئت بحاجة غريبة جدا إن الولد بيبزل أقصى مجهود عنده علشان خاطر عايز يطلع أول فالإفنت تمتعاد ثلاث مرات يعني عالي يعني أربعة في أربعة في ستاشر يعني هو جار التراكي يعتبر ستاشر مرة لو حنتكلم عن إن التراك يعني أربعمائة متر ففاكر إنت عالي الموضوع ده آه بس بالفراحة عالي أنا ما كنتش طينافش قوي كده كان صعب عليك ها حسيت بس بتتحط في تحدي يعني أنا شايف أن ده تحدي كبير يعني خلاص على وشك الفوز وبيتعاد مرة تانية والثالثة زي بتقدر تحافز على الحماس ده زي متفقتش الأمل يعني أنا بصراحة أول إفنت جبت أول وردو قادو ثاني تابعي الثاني ليه أنا زم بيه طبي يا كابتن المرة الثانية معدت قلت ماشي مرة الثالثة بقى أم أنت متخاني بقى اتخاني اتعادي طبعا أنا الكابتن وفي داري وكابتن ميا ميا كده فالحمد الله ربنا كرمه في الإفنت بتاع الربع ميا ده وأخذ أول فيه وبعد كده لعب إفنت تمنمية تاني برضو أخذ أول فيه وهم المدليتين الذهب اللي هم موجودين معاه وبعد كده نزل إفنت تتابع برضه أنا معايا الصور هو بيعرضوها لنا نزل إفنت تتابع برضه وبعدها برضو أخذنا أول فيه فعلي لعيب يعني زي ما أنا قلت في البداية من طراز رفيع بدأت تشكليه زي ما أنت عايزة مطيع جداً بيسمع الكلام بينفذ الأوامر بالزبط بياخدوا الأردر منك إيه مقاومات المدرب اللي هيدرب ده وإحتياجات خاصة؟ طبعاً ده لازم يكون لديه مجموعة من الأسليب العلمية والمقاومات اللي بيقدر يشتغل عليها لأن دول أولاد سبيشل نيتس يعني محتاجين طبعاً معاملة خاصة يعني القصة زي الارتباط لازم تكونوا درسين علم نفس لازم تكونوا على بعيد نفسية أكيد أكيد يعني كل الحاجات دي إحنا عدت علينا يعني هو ارتباط علي بي يعني الدرجة أن أنا بقولك علي في التمرين بيفهمني من نظرة عناية يعني مجرد أن أنا بصوله علي هنعمل إيه النهاردة؟ خلاص يا كابتن أنا فهمت حضرتك أنت عايز إيه علي التتابع بتاعنا أنت حننفزه إزاي النهاردة؟ خلاص يا كابتن أنا عارف عبر رحمان هيقف هنا وأنا هقف هنا وزميلي التاني هيقف هنا وزميلي الرابع هيقف هنا ويا كابتن أنا هطلع بالعصايا النهاردة عشان أسلمها لده وده هيسلمها لده وده هيسلمها لده فبالتالي أنت وصلتي لواحد يعني يكاد يكون قريب من الأطفال الطبيعيين جدا في الرياضة وده طبعا يعني المقاومات دي طبعا يعني والمجهود اللي ببزل معاه ده طبعا يعني مجهود وقصة كفاح طويلة جدا دور أولياء الأمور في هذه المرحلة يعني إزاي حضرتك النهاردة بتشجع أولياء الأمور إن هم بدل ما يسلموا أمرهم يقولوا خلاص إحنا مش هنعرف يعني دايما الأم بتبقى خايفة على أولادها فما بالك لو حست إنه هيبقى فيه خوف أكبر عليه كسبيشل نيد إزاي حضرتك بتوجه رسالة للأباء والأمهات إن هم يسيبوا أولادهم ينطلقوا ويحققوا إنجازات وما يخلوش أي حاجة توقفهم أكيد طبعا إحنا بنشت بحاجة زي كده يعني إحنا من 2018 وسيادة الرئيس وهو أطلق إن عام 2018 هو عامل سبيشل نيدز وعامل متحد الأعاقة ذوي لحتاجات الخاصة وأنا ده ما كانش يعني بالنسبالي أو من وجهة نظري إن ما كانش ده يعني نهاية المطاف إن عام 2018 هيخلص وخلاص تخلص القصة على كده لا ده القصة امتدت لإن سيادة الرئيس النهاردة بيصمم إنه هو يكون موجود معهم في كل حفلة وفي كل حاجة وبيكمل وموجود معهم فالنهار ده إحنا في 2019 ودخلنا 2020 يعني خلاص يعني سنتين والسبيشل نيدز يعني بقى فيه اهتمام بالغ بيهم صحيح قصة بقى أولياء الأمور يعني دي طبعا وراها قصة كفاحة طويلة جدا يعني بننسب الفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى بعد ربنا سبحانه وتعالى للست والدته يعني من الناس الكويسة جدا يعني مركزة جدا مع علي مهتمة بيه جدا برغم إنه مش ابنها الوحيد يعني عندها كمان يعني طفلين تانين فدي مجهود ست المصرية برضو أدهو إدود كانت بتبقى حريصة جدا إنه هو يقدر يوفق مبين إنه هو يبقى موجود في التمرين عندنا مبين إنه هو يحضر بروفات اللي هيطلع فيها قدام سيدة الرئيس في قادرون باختلاف فكانت دي طبعا تبقى عمنا لها مشكلة إن كانت بتبقى في نفس التوقيت بتبقى في نفس التوقيت فكانت بتجيب بعضها تيجي يعني تاخد ساعة أو ساعتين تمرين وهو بتطلعناك على البروفة عشان خاطر تحضروا يعني القصة قصة كفاح طويلة جدا قصة كفاح وبعدين تحس وإنت بتتكلم إن علي ده المشروع الخاص بيها يعني كل المجهود منصبة على علي لأنه دايما أقول لنا أطفالنا ما هماش جهاز هضمي بياكل ويشرب ويروح للمدرسة وخلاص ده في جانب روحي فيه اللي علاقة بتغذية الروح فيه جانب عقلي وفيه جانب بدني اللي هو الاهتمام بالرياضة كل ده مهم مقدمي حفل قادرون باختلاف أنت يعلي ليك كارزمة يعني عارفة ليه كارزمة يعني ليك طلع وليك هيبة كده يعني الناس كلها حبتك أنا أبضعت فيها حتى كل تتفير من الجمهور الآخر بصراحة تعالا كده نفتكر مع بعض ونشوف جزء عشان السادة المشاهدين اللي ما تعبعوش يتابعوا معنا قد إيه كان ليه شخصية وقد إيه أثار نقطة مهمة جدا حنتكلم عنها بعد الفاصل وهي التنمر التنمر كل الأطفال بتتعرض للتنمر للأسف وإزاي بنقدر أن إحنا نوضح الفكرة وإزاي هاني كان ليه دور كبير لمكافحة التنمر تعالوا نتابع مع بعض ونرجع على طول علي هاني أنا عجبني اسم سفير السعادة وطبعا كل الناس محتاجة تبقى سعيدة طيب نقدر نقول أن أصحاب الهمم مبسوطين بالتطورات اللي بتحصل معاهم سعداء بيها طبعا يا مصطفى كل الكرار كلها حاجة أجابية بتحصل بتأثر علينا وبتساعدنا مش إحنا بس أي حد بيحس أن برضو بيتهتم بيه وبتعيد أكيد بيكون سعيد بس إحنا بالذات يفريم على جدا الحقيقة أننا مجتمع الممارسة يبتري هيتم بينا ابتريت يا مصطفى كمال للناس كلها يهتموا بينا طب وضح لي أكتر حاجة ممكن تسعدك هي يعني كل شيء غير مش فيه يكونوا من حسابنا كل أبابنا أصوله يكونوا من حسابنا الأزمسارات يكون في الزرائر لأخواتنا من المكوفين وكمان عملتنا يبقى عليه علامة برير السهرات مبارسة كمال ترعينا يعني أنا مصطفى مبارح أنا مصر في مطلة جديدة صفتة سوارة كثيرة بتجدد يريد أي سوارة جديدة يعملوا حسابنا فيه أنت عارب بها مصطفى وهو قول لأبعلى على حاجة تساعدني على الأخير يريد قول أن التنمر يختفي من مصر كل لنا والغيرنا وما ينفعش المشين أي سنمر بعد ممكن بس أول كلمة فضل قول أنت عايز أنا بحب حاجةك أو يا ريس أنت حاجةك محترم جدا رباني يحفظك من كل سوق أي أحلى أحلى كلمة سمعتها أنه ربدا ما ينفعش المصرين يتنمروا على بعض لبق ومحترم وشيك ويعني ما عندكش رهبة حتى للكاميرات بتصورك ولا أنك قاعد قدام نجم كبير زي مصطفى شعبان ولا أنك بتواجه الريس وهو يعني في الصف الأول أحببني يا مصطفى صحب أحببني أحبب مصطفى حبك والريس حبك مصكو لا حبتك ها أنت نجم يعني أنا نجمي مسؤول ده أنا حصل لي مواكب كامل قوي أحكيلي وأنا مجمت الزقذيق كان عندي مؤتمر تابعة للمرسة بنت قلتلي كابتن كابتن وتصورك تحت أمرك قلتلي مش اندرك انت مهارسة الأيوان قلتلي ممكن أصلا معاك سلفي حارزك ما صدقتش على فرحة اللي أنا كنت فيها ابت سامة بقى وعالطار وصحة من اللي أنا عايزة بصراحة طب أنا هيخد منك سلفي أنا كمان بعد الحلقة ماشي وماله طبا مش سيب يقولي ماشي وماله الولد جميل وشاطر وبعدين بتكلم من قلبك أنت بتقرى كتير بتحب القرية اه اه بتحب القرية ده أنا بانجح فيها القرية جدا بقى فيها أعلى الدرجات يا حبيبي برافو وإيه أكتر مادة بتحبها في المدرسة الدراسات الكتماعية طبعا الدراسات الكتماعية بكرة هي عندي أنا عارف فيها كل حاجة ماشاء الله برافو عليك مين بيساعدك في المذاكرة أنا ومرة أهل ديتي ماما بتساعدك ساعد يا حبيبي ربنا يكرمك كده ويفرحها بيك دايما ويفرحك أنت كمان بيها كابتن أثر نقطة مهمة جدا علي وهرجع له تاني فيها فكرة التنمر أكيد حضرتك بتتعامل مع أطفال كتير وبتشوف ده يعني التنمر وأنه هو ممكن يكون بينتشر فيه المجتمع حتى مع الأطفال العاديين دايما أي حد مين فينا معندوش نقطة ضعف كل واحد عنده نقطة ضعف أحيانا بيشتغلوا على نقطة ضعف دي ويتنمروا على بعضهم البعض وأحيانا ممكن يكون الشخص معندوش ولا نقطة ضعف وزهرة وبالرغم من كده برضو بيتنمروا عليه أحيانا ممكن يغيروا مثلا من نجاحه يغيروا من معاملة والديلي وهكذا إزاي حضرتك بتشوف أنه ممكن نقضي على هذه الأزمة والله يعني إحنا بننري بالفكرة دي من قديم الأزل يعني إحنا عندنا من 10 إلى 12 مليون حالة أعاقة موجودة في مصر الرقم طبعا رقم كبير جدا ورقم يا كادي يعني 10% من المجتمع أو من الشعب كله بيمثلوا أعاقة فإحنا فكرة أن الدمج المجتمع دي موجودة عندنا دلوقتي في المدارس والمدارس كلها بتتبقى طبقها كعندنا في الرياضيات دلوقتي إحنا بدأنا يعني نشارك ده عندنا في المركز بتاعنا بدأنا نجيب أولاد طبيعيين نورمل وده بقنا ندخلهم مع أولاد special needs اللي هي فكرة الدمج المجتمعي في الرياضة لدرجة أني حتى في البطولات دلوقتي بدأ بعض البطولات دلوقتي بتجيب أولاد نورمل تدخلهم مع أولاد special عشان خطر يبقى ما فيش فرق ما بين دول وما بين دول الفكرة بقى في أن إحنا عندنا فعالنا الموضوع بشكل أكتر في التمرين حضرتك كمدارب بتلاقي فرق في التعامل بين الشخص العادي وبين special needs إحنا وصلنا للمرحلة دلوقتي إن ما عادش عندنا فرق يعني يكاد يكون أن الأولاد special needs اللي موجودين عندنا مريحين أكتر عندهم حماسة وعندهم عايزين يتحدوا وعندهم القابلية وعندهم تحدوا في البداية كنا متخوفين من الفكرة إنما بعد كنا متخوفين من الفكرة لأن الأولاد الطبيعيين ممكن هم يشمئزوا من الحالة أو مثلا يسوبهم بعض الإحباط أو كده لكن بالعكس لما بدأوا يحسوا أن الأولاد special needs قريبين منهم والند بالند وفيه مجال المنافسة فالدنيا يعني افترقت بالنسبة لهم لدرجة إن فيه واحد دخل الصلاة فشاف اللي special بيلعبه فبيقول له هم دول special ولا طبيعيين إحنا معناش عارفين نفرق فالقصة بالنسبة لنا اتطورت بشكل أكبر وبدأنا نشتغل على الموضوع كتير جدا حقيقة يعني أبطال زي علي أنا بالنسبة لي مش طبيعيين علشان هم يعني خارقين يعني عندهم قدرات خاصة وخارقة بالنسبة لي ما يجيبوا في الأفلام كده ناس متفوقة زيادة عن اللزوم بيبقوا أم فعلا special يعني فكرة ترجمة كلمة special needs يعني حد قدراته مختلفة فخلونا نطلع لهذا التقرير عن جهود الدولة في دعم دولة لاحتاجات الخاصة لأنه زي ما دور الأم والأب مهم زي ما دور الدولة مهم جدا والنقاط اللي علي أثرها أثناء المؤتمر مهمة جدا جدا فكرة إن احنا نلاقي شارع مجهز الجامعة تبقى مجهزة على كرسي متحرك يبقوا قادرين إن هم يتحركوا ويطلعوا محاضراتهم مثلا في الجامعة أو في المدارس كل ده مهم بشكل كبير وواحدة واحدة هنقدر كلنا مع بعض بإذن الله نتابع هذا التقرير ونرجع على طول لم يشهد العصو الحديث في مصر اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة مثل ما اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم فأعلن 2018 هو عام ذوي الإعاقة وأصدر قانون ذوي الإعاقة ليعيد حقهم مسلوب لفترات طويلة ولقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في العديد من الفاعليات لتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من المناسبات مثل احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة حيث حارصت الدولة على الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحد الإعاقة في مجالات خدمة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية يبقى عاجز في رجله مثلا أو حاجة فده بتلاقيه يعني عنده قدرة ربنا معوضها له في حاجة تاني فهنا نستغل لها ونستفاد منه ونفيده ونشجعه يعني عشان قاتله حتى نفسيا وكده الناس دي بتبقى مضغوطة طبعا لازم يعني الواحد يهتم بيهم ويديهم فرص طبعا للعمل ويعني يهتم بيهم زي ما بيتمهم في الأخر هم مباشر برضو يعني ده حاجة كويسة جدا لأن احنا نهتم بالناس اللي زي دي أنهم فعلا محتاجين حاجة زي كده هم عندهم قدرات خاصة يعني لأن معظم الناس اللي عندها احتياجات خاصة أو بيسموهم احتياجات خاصة معظمهم مغزين بطولات في يعني مسابقات كتير جدا عالمية ومحلية وحاجات كتير جدا في الرياضة وفي مجالات كتير جدا مختلفة قلبي نس ما أقدرش أعيش أبدا اليوم في الوصحون أنا أبني مصر وبنعود لإبن مصر الجميل علي هاني علي انت شرفتنا النهاردة وانت بس قلتلي حاجة في الفاصل عايزة عيدها مرة تانية لما بسألك بتحب إيه أكتر لعبة فقلتلي إيه بقى في الألعاب القوة طبعا هو الناس عرفا إيه أكتر من فرع فإنت أكتر حاجة بتحبها الجاري الجاري ليه بقى عشان دي بتخليني لما أسرع بتخليني أفتح سبرينت عالي بقى لو لقيت حد هيكسبك بت لازم تكسبه لازم عديه ولو أنا معرفتش أقولي الحمد لله بس كده وانا طبعا النجم المصري اللي بحب في الكورة محمد لله أكيد كلنا كلنا بنشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة بنشكر حضرتك كابتن عايزة كلمة من حضرتك لهاني ولكل زملاء هاني علي أنا بحبه جامد جدا يعني لعيب ألعابك ومتميز جدا عداء مسافات طويلة ومسافات قصيرة إحنا كلنا فخورين به يعني إحنا في المكان بتاعنا مركز شبابي جزيرة إحنا بنقدره جدا وبنحترمه وبنتمنى له كل الخير وبنتمنى له التوفيق إن شاء الله في البطولات القادمة إن شاء الله وبناشد أي أم عندها ولد أو عنده أي أعاقة من أي نوع أو أي حاجة يعني هي ما تستسلمش للفكرة الأعاقة يعني فكرة الاستسلام للأعاقة دي زي ما احنا شايفينه هو يعني السيد الرئيس مهتم اللي هو أعلى حاجة في الدولة منظمات المجتمع المدني كلها بتهتم بيهم دلوقتي فأنا أعتقد يعني في مجال الرياضة يعني الدنيا اختلفت معهم 180 درجة الرياضة بتفرق جدا في حياة الأولاد دول فأنا بناشد أي أم عندها ولد عنده أعاقة من أي نوع إن هي ما تستسلمش الأعاقة ابنها وتنزل بيه تنزل بيه تدور بيه على أي مكان تمارس فيه الرياضة تمارس فيه أي حاجة فكرة إن هي مثلا تخبيه في البيت أو الكلام من ده أو مثلا تقول زي ما كنا بنشوف أيام زمان إن إحنا بندريهم أو بنخبيهم الوضع ده تغير ومع مجهودات الدولة ومع مجهود سيادة الرئيس واهتمامه شخصيا بيهم أعتقد كل ده تغير وأي أم حتشوف هاني نهاردة بعنا علي هاني البطل الجميل أعتقد إنه حتيت تحمس وحتبقى عايزة تشوف ولادها زيه بطل من أبطال مصر بشكركم بشكر علي هاني بطل مصر فيه ألعاب القوة وأحد مقدمي حفل قادرون باختلاف وبشكر أنا حاب أشكر كابتن إبريم جدا إنه دعبني في كل حاجة هو اللي شجعني أول السنة دي أنا لما أقول لأي كلمة بنفذ أقول له تحت أمرك إنت تؤمر ربنا يخليكم البعض لأن دي علاقة مش بس علاقة كابتن بلاعب ولا لاعب بالكابتن بتاعه أعتقد إنه هو زي ما بيسموها كده بالإنجليزي منتر أو يعني لايف كوتش يعني بيبقى واحد بيتعامل معاه وبيبقى يعني بيبصله لبعيد وبيبقى مثل أعلى ليه أنا بشكركم جدا على وجودكم معايا ديتوني طاقة إيجابية وديته الحلقة يعني رونق خاص بشكر علي هاني بطل مصر في ألعاب القوة وبشكر دكتور إبراهيم مكي مدرب علي ومدرب دوي الإحتاجات الخاصة أشكرك يا فاني مشاهدين الكرام دي كانت حلقتنا النهاردة من على أرض مصر ودايما نقابل أبطال وأمثال مشرفة على أرض مصر بإذن الله بشكركم على حسن متابعاتكم وإلى اللقاء ودائما وأبدا تحيا مصر أنا ابن مصر أنا بدي